المغرب عندك اسوانيا بورتغال باحد بعضهم سيل اوروبا سيل افريكا باكاو صارت لا انا معهم ما بين برشا حاجة ما بين شمال البحر المتوسط جنوب البحر المتوسط ما بين بلد مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوصف الخبار انت مننا انا كوب تكونوا بخير وعلى خير اصدقائي في هذا الفيديو غادي تشوفوا الاعلام تونسي كيتكلم حول انسحاب السعودية من الملف التولاتي هذا اللي يجمع بين السعودية ومصرا ويونان وكااملين而امريكا اللاتينية وملف الافريقي الاوروبي بين المغرب واسبانيا والبرتغال والترشيح غالبا وغالبا الأمر virtualFI سأخ souvenها وبرتغال لقد اصدقائي اشرط الي ارشيح من اسبانيا والبرتغال ثم ديور Representatives اصدقائي هذا الفيديو اصل فيك رحيان ون punkس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لايك والبرتاج واتطلقوا بالفيديو مصر و اليونان تقالي كلام على السعودية اليونان تركيا ثم سعودية مصر اليونان لكن حسب ماركة السعودية تنسحب من تنظيم المونديال 2030 اظن ان السعودية ستقدم بالنسبة المونديال 2034 بمانه تم تنظيم المونديال منذ اشهر في قطر 2022 سعيب أنه آسيا تنظم مرة أخرى كابتن في 2030 قلناه الكلام وانا قلت لك أراه مستحيل باش الفيفا تعطي دوزيام كوب ديمونت في نفس المنطقة في العالم معناه في الخليج صحيفت ماركا معناه حكيت ممكن كابتن على أنه الملف البرتغالي الإسباني المغربي حاضر وصحيح متقدم بالضبط لأن السعودية قررت ممكن أنه تنظم 2030 أو تستظيف أو تتقدم لتنظيم 2030 منذ فترة مايش بعيدة كابتن دوك سعودية 2034 مبدأ أي حسب كواليس قال وزير خارجية معناها سعودي يعلم الممثل تعمل مصر وتعمل يونان قال له أمر أنا مش بشي شاركوه مش شي قدموا ملافة 2032 كله فيترينة عملوها تلاتة لعبة يشوتوا مصر والأخرى نا فهمتني نا اليونان كابتن حسب التقارير صحفية طلبت مسعودية أنا هي تبنيلها التانية موثم لكي يقول لكي يونان مجم شوية يونان زدكي خرجت من كريس يا ولدي عرف أنت كريس إيكونوميك أما خرجوا منها كابتن موجه هما خرجوا منها موردين عاونوا أوروبا عاونتها يا كابتن هما عملوا أصلحات اقتصادية موجعة جدا يعني تمشي أنت الباكة وعنده كونت كورنف مشاء الله عليه كابتن خبير اقتصادي أيضا كل شيء ما قلت بش نعمل آنا مدرسة ضد النفاق الرياضية ومعاق كافة الرياضية قلت اتفاها الظد التفاها والشعودة وكذا ونعرشوه والفتاوي يا كابتن وشي يفتيع وشي يفتيع خرجوا للمغرب إسبانيا للبرتغال خرجوا للمغرب إسبانيا للبرتغال كابتن مغرب إسبانيا للبرتغال الآفر حفظا حسب راي ضد الملف الأمريكي اللاتيني الأمريكي الجنوبي آآ شو فيها أفريقيا وفيها أوروبا دعم الكاف دعم الويفا ولا بلدي نجم ينظم واحده في 42 48 ولد كل كأس العالم ما عاش عنده قيمة ما عاش عنده 48 كان 16 تونس مشيت وقت كانوا 16 الجامعية 78 يفو الفير المغرب عندك سوانيا بورتوغال بحض بعضهم سيل أوروبا سيل أفريقا ما بين برشة حاجة ما بين شمال البحر المتوسط جنوب البحر المتوسط ما بين بلد عربي وبلد أوروبي ما بين أفريقيا ما بين أوروبا خطر البورتوغال مايش والبحر المتوسط ففهم معنا سلات كبيرة ففهم مع عوامل كثيرة تدعم كابتن تدعم المناخذة كل شيء كابتن بالحديث على مونديال 78 هو الأخير ب16 بعد وليت فيتاليا 24 وقتها ليه 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 فيسبانيا 82 هزيتها ايتاليا طبعا 24 ووقت ايتاليا ترشحت أحسن ثالث كابتن وعدت دور أول سيء جدا بيرزوت يا والدي إنزو بيرزوت المايك بهزكم ديمان بشوري كابتفينيتي الفوتبال ويه؟ باولو روسي باولو روسي باولو روسي خلاج من الحبس يخرجوا يا كابتن أقول عبر ذكركم ماتش يلونس كل العالم كل ما بيت فيه هزمير بيتال هزمير إلى ماركة ربيض ضد الأرجنطية جيكروابي ضد الأرجنطية بريزيل بريزيل ثلاثة 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 في الدورات ما تجمش كو في محقيقة كل مباراة مباراة كأس عبارة بشتال عبس يكتوه بعض ما فوت فازدو بول ما عاش ناجم تحكم انتي 42 و 40 سيبو كو يا كابتن برش صحيح أنا معك كابتن في النقطة ما عاش ناجم شعر متعكوب ديمان سنسيت خمسة من أفريقيا طيب شو ولي وتسعى بشو ولي سيهل سيولي تسعى يا كابتن ايه ترشح سيكا كاش العالم معتش في يقو دور ثاني بشو ولي سيهل زل بيش كو بيه نحكيه على النجم السيحلي كابتن دور ثاني لا يتوالي دور ثير ثلاثة من تونس لا دور ثلاثة من تونس دور ثلاثة من تونس نسمو تسريح عثمين جنيه طيب كزبنا احنا نكونو في المستوى باش نجمو ندعموها ونطورها واختقل نطورها نقولو معنا المئوية نقولو النمينغ بالنسبة للستاذة وفيخرج قانون معنا في ال وهذاو ما الموارد الصحة معنا المريول والكتب دا محطوط عليه اميراتسي عندو سوم في الاقتناء ان شاء الله احنا في الصيفة هذه مع ريزيتوالي ستيفريوير معنا يتوالي موجودين اللي مشيجيوا في الصيف وفي العطلة مع اولادهم النجم ونستثمروا دجام يعني في الاقمصة به النيمينغ اللي هو حسب القوانين كابتن تو في تونس غير موجود قال السيد عثمين جنيح قال فما قانون بشي يصدر ايه ملعب البلدية اي قال قانون بشي يصدر ايه لعب دع الدولة كلها هو رو فما افضل عب ستار في العالم مثلا في شركة اليانز اللي تو بش تبني ملعب ولا بش تسمي ملعب بش تطلق اسمها على ملعب الاهلي المصري الاهلي المصري بشي يكون بوابة بشي يكون بوابة الاليانز في القرى الافريقية مثلا نيس ملعب الاليانز ريفيرا رو موش ملك نيدي نيس موش ملك لو جيسي نيس ملك الميري في نيس وفما مبلغ ذولي واحد فاصل ثمانية مليون ارواس سنويا يمشي ديما للميري يمشي ديما لمدينة نيس خلينا نقوله اللي على ملكها الملعب بالنسبة لتونس الامر توا كابتن غير مطروح لازم يصير تنقيح للقوانين تتوقع انه النجم نشوفه مثلا ملعب سوسا يحمل اسم الامارات ويستنفع به النجم الساحلي وتنجم حتى البلدية تستنفع به شو في سوسا نيميق رو موش لعبة لوحوها نيميق واحترافه كذيرا وعند شروط وعنده كذيرا انت موش تعمل نيميق في اي ملاعب يزم الملاعب دية تستجيب الى شروط مشروط الكرات الشروط تاع الفيفا ولا تاع الكاف معناها ملابز ملاعب حديث اللي فيها كل شيء كل ما رافق الدنيا راه استادات ولا ألوفي ايكونوميك راه محلول سبع على سبع ستين تركسيان ما انت الجمشي انت تجي كما أليانس وتستثمر في استاد تحط اسمها وما عند استاد ما في حد شيء يزم استادات سوى الحاجة وأليانس يتكلم عليها أخونا العزيز أليانس تساهم في المشروع البرتسيبو في ننصمون ديستاد اللي بيشتعمله في الأهلي كما ساهمت في مشروع استاد أليانس وتعتيك فلوس وتعتيك فلوس ولا بسمع أليانس ولا إماريتس ولا كذا ولا كذا ولكن أخويا إماريتس استادوا فيه وكذا ومدخول وكذا وكذا فهمت إما بيزي أنت استاداتونس لماذا أقول لكم لماذا أصددت هذو كما عمنا بنيمية قلت أنت تقول بير منش تقدير 110 مليون حتى لال2033 و33 عندها 100 مليون دوروا 33 حسبهم من مليون ووش في العام سيانة وكذا معناه حكاية مرقة بالنسبة وليكي تجي بير منش بير منش لا أكثر عشرة كبير ولا عشرة سمحني في الحساب ولا يجي تأخونا عشرة حديش كبير بير منش تأخونا 365 مليون دوروا 2002 ومعها معها أليانس معها أودي معها دي داس معها كاتيلي معها 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 عملت بري سمعوني مليحة وينس على 25 سنة باش ترجع لبري استنتح رجعته في تسعة سنين بشي وريك لبون جيستيو لبون إليف للمانيا سي لبون إليف دي مون حتى فالكورة تو صعيب يصر باش يجي براني يملك يملك القوانين صارمة في ألمانيا باش براني يجي يملك ملع تنجم شركة أجنبية كما مثلا شركة الإمارات بل قط ما تعمل شركة الإمارات جي تتصل في ستاتش ما في ما في حتى مرفق ما في كذا في ستاريت حالة موتو تفرض عليهم تغيير تفرض على نجم ستاريت يغير تفرض على البلدية تصوصها هذا ما تعنيميك توا البيانس في المشروع بنسبة من الفلوس من الملايين نحدث مشاريع جديدة أنت عملاعب جديدة عاوض ناحي وعاوض صلح وعاوض جديد موش بشي تساريت يوم القوانين لا تسمح عب ستاريت مشكلة القوانين لا تسمح عتيني ملاعب حديثة يقول لك في كيغالي يقول لك في وعد يقول لك ولا السينيقال في عمين في عم ويش ملاعب 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 دي شو مو احنا معني 18 شهر في الكوفيد يا ولدي شو وزارت يستقضك عكس معت 2500 عامل في ملعب مهول وستيجهم يخدم 24 على 24 كبت ملي أهلا وسهلا أصدقائي ومرحبا بكم مرة تانية على قناتكم يوسف الخبر كانت من أمنا الفيديو هنا الإعجاب للكوم تل هنا أخوتي العزاز ولكوم تلقى في فيديو جديد في موضوع جديد والسلام وعليكم